الأستاذ مهتدى منصور رئيسنا للزمالك بعت لرسالة قال لي هو من العبيد اللي قال لك أن النادي ممكن يفلس فأنا أولاً بشكر بس الأستاذ مهتدى منصور أنه بعت للرسالة عشان خاطر يوضح لي حاجة مهمة وضع التواصل اللي أنا بتمنىه حتى لو بأسلوبه مقبول بس المهم يعني الراجل بيصقح معلومة الزمالك بأصوله وأمواله لا يمكن أن يتم إعلان إفلاسه لأن ما مع الزمالك من أصول سابتة يفوق أي رقم مديونيات ممكن تتخيلوا على الزمالك فده بس توضيح من مجلس إدارة نادي الزمالك موضوع إفلاس نادي الزمالك موضوع مستحيل مستحيل طيب الكلام ده كلام الأستاذ مهتدى أنا لما قلت هل أنا قلت أن الزمالك عيفلس لا أنا كنت بقول ممدوح عباس عيعمليه ردا على الخطاب القانوني الزكي اللي عمله مرتضى مرسول فالناس قالت إيه؟ قالت قدامه حاجة من اتنين لا دعوة إفلاس لو صايا فكنا بنناقش رد فعل ممدوح عباس وليس خبر إعلان إفلاس الزمالك للنيابة إن الناس فهمت دي غلق فأنا بوضح ومجلس إدارة نادي الزمالك بيوضح والأستاذ مرتضى مرسول بيوضح الزمالك قوة مالية ولا يمكن إشهار إفلاسه أو إعلان إفلاسه أيا كان بنوضح الحط دي وبشكر الأستاذ مرتضى على التواصل وتوضيح هذه الجزئية وده مهم جدا وبأكد إن أنا كنت بناقش ردد فعل الأستاذ ممدوح عباس على خطاب الضرائب بتاع الأستاذ مرتضى لكن أنا لم أعلن ولم أتقرق إلي إفلاس الزمالك أو شيء من هذا القبيل إحنا كنا بنناقش الملف فيبدو إن النقاش كان ساخن فبعض الناس فهمت غلق فأنا بشكر الأستاذ مرتضى إنه بيوضح إنه الزمالك أكبر من أي حد واللي بيقول إنه هيفلس عبير ده اللفظ بالحرف اللي بيقول إنه الزمالك هيفلس عبير أو عشان يعرف إننا دقيق ومعه ومع مجلس الإدارة قلما وقالبا فده شيء مهم يا جماعة لإنه إحنا مش ملايكة ممكن نقول معلومة يحصل فيها لابس شك غلق اللي بيتواصل معانا بيخدمنا وبيخلينا الدفع على النادي بشكل كويس خصوصا ما يخص الزمالك خصوصا ما يخص الزمالك بالمناسبة الحملة بتاعتي نجحت أكن تعرف بس إن أنا مؤثر الحمد لله لما قلت شمعنا المتحدة للتسويق الرياضي تاخد الأهل وما تاخدش الزمالك وإن ده رد على علاء صادق والناس اللي عايزين يهدوا البلد يقول لك يا زملكة الدولة طب هي المتحدة لما عملت المتحدة للتسويق الرياضي خدت الأهل وما خدتش الزمالك ليه ناس قالت عشان الأهل ماركتنج ونادي القرن وكذا قلت صح لكن الزمالك اسم ولازم مدام المتحدة خلت الأهل تاخد الزمالك حتى لو عديت فلوس أقل لأن في النهاية هم عندهم أجندة كبيرة للتسويق عايز أيدهم فيها اسم النادي الأهلي وده اللي خل الأهلي قارب على الثلاثة مليار في الرعاية نفس الوضع لو تعمل في الزمالك أين كان الرقم اللي عيدي وقلنا أنه لازم يبقى فيه حل وكان فيه موقف محترم من مجلس إدارة نادي الزمالك لازم نشكره بعدم الموافقة على رقم الرعاية إلا بعد ما يصل إلى ما يليق بنادي الزمالك بس أنا قلت ملهمش دعوة بالأهلي يعني انت دور على حقك لكن ما تقولش إيش معنا الأهلي ثلاثة مليار اثنين مليار ملكش دعوة وفعلا الأستاذ مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك عملوا كده بدأوا يشتغلوا ورفضوا رقم الرعاية وتم زيادة رقم الرعاية عندي خبر سعيد وحصري ليكم عشان الحمد لله لما بقولكم أنا رجل معلومات اعترف يا هيسم ياسمعين إن أخوك بتاع معلومات أنا رجل معلومات مش كفتاجي ولا بتاع ضرب أخبار خبر سعيد زي ما كنت الوحيد في مصر وصاحب الانفرادات الوحيدة في عقد وعود الرعاية بتاعت الأهلي وأنا الوحيد اللي قلت كل حاجة وفضحت الناس كلها وقلت الأهلي والخطيب هيحققوا أكبر رعاية في تاريخ الناجي الأهلي والناس قالت نطلقت صح وحقق علينا الحمد لله حملتي نجحت وبقول لكم بشرة للزمال كوية وانفراد المتحدة للتسويق الرياضي ستحصل على حقوق تسويق رعايات الزمالك خلال أيام خبر حصري والفراد المتحدة للرياضة والتسويق الرياضي ستحصل على حقوق تسويق نادي الزمالك خلال أيام ودي نقلة جديدة تحسب للدولة ومسلدتها للزمالك ولمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ مرتضى مصور وبقول لك ولن قلت لك رقم بنك الاستثمار ورعايات وحاجات اعتصل لربعمائة مليون جنيه خلال أيام وكله بدأ يمشي ورايا فقول لك المتحدة اعتوقع المتحدة للتسويق الرياضي اعتوقع مع الزمالك حقوق تسويقه رعايات خلال أيام وده انفرد بس المعلومة دايما هي البطل اللي بتخليك نمر واحد مش الهاتش والكذب والأيام وبيننا اعتقد لو حد كذب يفكروا بس ونقول له عبد النصر أليه في رعاية الأهلي ودلوقت بيتكلم ازاي في رعاية الزمالك مش عارف يعني يا جماعة حد يفسرني هو أيمن أشرف عايزيه أيمن أشرف عايزيه بالموضوع ده يعني الصورة الغريبة وبرد الشاي اللي وراه خمس بردات شاي وراه وصورة غريبة وكل شي غريب ومشهد غريب عايزيه 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 فهم نفس فهم عايزيه يعني بس أيمن أشرف تربينا في بيوت إن أطرقت بابها خائفا حميناك وإن أطرقت بابها جائعا أشبعناك وإن أطرقت بابها معاديا دفناك خش عن جيبك إيه هو ده شوف شايف التفاهة ووصل السوشيال ميديا يعمل إيه والخوت يعمل إيه قودت نياه فكرة أدمن ما سيكله الصفحة قال له يا الله كنا على الصفحة ونعمل ترند البس مسخة كده مرجيح مورد النبي وشوية كانك شاي وراك ولبس كدشي من أيام التسعينات ولا السبعينات وإطلع قولك البقين دولة دولة أولا من أعلى ما قيل في الفخر في عصر الجاهلية يعني أي من أشرف كاتب أفخر ما قيل في الفخر في العهد الجاهلي اللي لما جاء الإسلام نهى عنه يعني لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التفخر بالأحساب والأنساب وقال له كلكم لآدم وآدم من ترب نهاهم عن المعايرة بالألوان لا فرق بين أعربيا ولا أعجميا إلا بالتقوى ونها عن كل ما هو جاهلي وليس المرء من قالك أنا أبي ولكن المرء من قالها أنا زاء لدرجة أني في الشعر الجاهلي في أعظم بيتين في الفخر واخد بالك أنت لأحد كبار الشعراء في الجاهلية قالك لما نروح نشرب مية من بير الناس تخر تحت رجلنا سجدة ونشرب وإن أرجنا الماء صفوا يعني عايز يقول إحنا أحسن قبيلة في قريش وفي مكة فقالك إذا بلغ الفقام لنا رضيعا يعني الوادر اللي لسه نزل من بقنومه بيرضع قبل ما يتفقم إذا بلغ الفقام لنا رضيعا تخر له السجاجد الجبابر وساجدين يعني ولدنا هو بيرضع الجبار في الأرض بيزجد له تخر له الجبابر وساجدين ولما نقوذ نشرب مية بص ونشرب إن أرجنا الماء صفوا يعني لما يحد من عندنا ولا من قلتنا ولا قبلتنا يعوذ يشرب مية يشرب أصف مية في الدنيا في حين النباء القبائل ورانا تشرب إطين إذا بلغ الفقام لنا رضيعا تخر له السجاء الجبابر وساجدين ونشرب إن أرجنا الماء صفوا ويشرب غيرنا قدرا وطينا فنفس المفهوم ده ده من الشئ من المأسورات الجاهلية اللي لاعنها الإسلام قال لك هي تربينا في بيوت إن أطرقت بابها خائفا حميناك ولو حد قال لأي من أشرب بخا يطير واردحت السرير وإن أطرقت بابها جائعا أجبعناك طبعا أشرف أبو القرم فالأكل ده مش هتكلم فيه وإن أطرقت بابها معاديا دفناك هي تكيتم مع البس يا عم يعني شوف السوشيال ميديا عملتها بس ها كان تعرفوا الهوس ده بقى اللي تقول له في الأهلي أنت خارج على النص وتقول له احترم الظرف اللي في فرقتك مش عارف عايزيه بصراحة والله ما عارف عايزيه والله ما عارف عايزيه موسيقى موسيقى